طيب عايز قبل ما أختم أسألك على الحكاية بتاعت رمضان صبحي حكاية مبارح خضتنا يعني شي بعدين الخبر اللي جانا إنه اللي قدر الله ليقاف قد يصل لأربع سنوات مستقبل لها المهم في منتخب مصر كابتل حسن حسن كان حطت في نوايا اللي يبقى موجود في القائمة القادمة راكة القصة دي لا كلنا زعلانين يعني كلنا زعلانين على موهبة رمضان والزعل الأكبر اللي هي جاية في التوقيت اللي رمضان بدأ يفوق فيه صح يعني أنت عارف أنت لو من يعني طبعا نزعل في أي وقت لكن المشكلة أن أنت بتتوسم في العيب وخصصا كمان الحلول المهارية أنا دايما عندي حاجة بقولها أن أنت حتى في أفريقيا ما ينفعش تخش معهم قوة وسرعة هيكي يكسبوك خش بالمهارة خش بالمهارة كانت طبعا في أفريقيا تطورت جدا أفريقيا تطورت لكن قوة وسرعة هم ما يزالوا صح طبعا أحسن مننا بطبيعة المناخ والبيئة اللي هم مولدين فيها فأنت عندك قوة سرعة لكن مثلهم لكن أنت عندك المهارة دايما فأنت دايما بتستنى للعيب المهاري يظهر مصطفى فاتح لما تقلق في الفترة الأخيرة مع برامدز كلنا فرحنا مش عايزة نسحد أي لعيب مهارة هيتقلق في الفترة الأخيرة هتلاقي كلنا فرحا فيه فكذا حال رمضان في الفترة الأخيرة وخصوصا كمان أننا بقنا نشوف رمضان من بعد ما بلعب هاف لأن نهاردة بقى يخش رقم عشرة لأن برضو غياب عبدالله السعيد عن برامدز وانتقاله للزمالك أثر شوية فأنت النهاردة المرونة التكتكالية اللي كنا نتكلم عنها بالنسبة للمنتخب وكابتن حسام كانت تتمثل في رمضان صبحي فموهبة كبيرة وكراحاته في الأولويات موهبة كبيرة